مرحبا رح نبدي بكورس جديد ويه البرمجة مع بايثن البرمجة بلغة بايثن طبعا رح نستخدم الافضار الثالث اللي هو 3.8 شنه هي بايثن؟ بايثن هي لغة برمجة ذات مستوى عالي ما تحتاج انه نسوي لها compile وانما مجرد هي interpreted يعني شنو يعني يعاز مباشرة يقرأ الحاسوب وينفذه حكس باقي اللغات البرمجية مثل C++ والجافا اللي احنا لازم نشوف البرنامج كله نتفحص خطوة خطوة ونشوف هذا البرنامج رح يعني اكو بي اخطاء او ما بي اخطاء يالله بعدين ننفذة بايثن لغة مستخدمة في مجالات كثيرة وفي مؤسسات دولية كبيرة مثل جوجل والناسا وحتى دزني تستخدمها طيب من اللي اختراعها؟ اختراعها هذا اسمه جيادو فان روسون اختراعها في 1991 كان الهدف منعتها انه ينشئ لغة برمجية تكون بسيطة وسهلة على الجميع انه هم ممكن يتعلموها بنقول كلمة بايثن رح سنتخيل البايثن هي الحية وحتى دائما في كثير من المرات انه يرمزون لهذه اللغة برمز الحية ولكن بالحقيقة روسون كان يحب البرنامج الهزلي اللي ينطلع على قناة البي بي سي وان اسمه عمونتي بايثن فلاينغ سيركس عجبت كلمة بايثن لذلك هو اطلقها على هذه اللغة البرمجية طيب احنا ليش نريد نتعلم بايثن او ليش لازم نتعلم بايثن السبب انه لغة بايثن بها مجالات استخدام واسعة جدا مثل الـ Game Developing الـ Machine Learning الـ AI وحتى بالـ Academic Research بالبحوث العالمية او الأكاديمية اضافة الى انه هي سهلة جدا تشوفون انه هي احنا منقول اللغة مستوى عالي معناتها انه هي تصدم كلمات احنا كناص ممكن انه احنا نتخيلها وممكن انه احنا نستوعبها بشكل شكل سهل يعني مثلا كلمة print احنا كويتنا نعرف انه كلمة print هي طباعة فحتى اني اطبع هذه العبارة اللي هي I'm Awesome في لغة بايثن بس اكتب print خلي هذي الاقواس وخلي هذي quotations واكتب العبارة اللي اريدها بينما لو نجي على Java بح نشوف انه احنا لا لازم اني احتاج انه اني اسوي هذا الـ Class كله حتى فقط انه اطبع هذه الجملة ونفس الشي بالنسبة للـ C++ لازم اعنجي بالـ Header ولازم اخلي الـ Main function وبعدين اكتب الـ Cout وإلى آخره فأول خاصية اللي تخلينا انه احنا لازم نتعلم بايثن أو انه احنا قادرين على تعلم البايثن انه هي لغة برمجية الـ Syntax مالتها او الكلمات مالتها هي بسيطة وسهلة التعلم السبب الثاني اللي خلي شجعنا انه احنا نتعلمها انه هي بيها Community كبير يعني اكو ناس كلش هواية قبلنا دي يشتغلون عليها ودينشرون الاشياء اللي يتعلموها إذا انتو محتاجين مثلا مساعدة بس تكتبون سؤال او ما رح يجاوبوكم ليش يجاوبوكم؟ يعني اصلا الـ Python هي Open Source يعني مفتوحة المطر انه كليتنا فهذا رح يساعدنا ويسهلنا كثير من الامور ان شاء الله اللخ هي Value and Demand لغة برمجة بايثن اصبح عليها طلب كبير جدا وهي لغة برمجية متزايدة الاهتمام عليها من قبل الشركات والمؤسسات العالمية مثل فيسبوك وغوغل والناسا والامازون والنتفلكس والانستغرام فمجرد انه احنا رح نتعلم هاي اللغة البرمجية رح تزيد فرص مثلا العمل زيد الفرص اللي احنا ممكن انه احنا ممكن انه احنا نطبقها باي مجال من مجالات الصناعة السبب الاخر انه هي بيها opportunities طاقات وفرص لا محدودة ليش؟ لانه نفس السبب القبلة احنا قلنا هي مرغوبة من كل الشركات اضافة الى انه ممكن انه تطبق في كثير من المجالات يعني ما تكون محصورة بمجال معين مثلا ما محصورة فقط بالجايمينج او ما محصورة فقط بالاكاديميك رسيرش لا انا ممكن انه استخدمها واطبقها كثير من المجالات والرسورسز يعني احنا بالبيثن ممكن تجي في مرات انه احنا احنا نحتاج نكتب كثير بيها ليش؟ لانه اكو بيها مكتبات كثيرة نقدر احنا نستغلها ونستفاد منعدها وهذه مثل ما قلت هي موجودة ومتاحة open source فهاي كل هالاسباب مجتمعها هي اللي تشجعنا انه احنا نتعلم البايثن ورح تكون سهل التعلم ان شاء الله طيب احنا شو راح نغطي بهذا الكورس؟ راح نغطي انه بالمحاضرة اللي بعدها راح نشوف ان شوان راح نقدر ننصب البايثن ورح نتكلم عن المتغيرات والعبارات راح نطرق للconditional execution يعني من يكون انا اريد ااخذ قرار راح نشتغل على ال functions, loops, strings الى اخر هي هذة اللي الاثمان نقاط هي اللي احنا راح نغطيها بهذا الكورس طيب من راح يكون المنهج مالتنا؟ او شون اللي راح نعتمد عليه؟ راح نعتمد على كتاب البايثن for everybody اللي مألف دكتور شارلز اضافة الى جزء منها يعني من المحاضرات او جزء من ال exercises اللي راح ناخذها راح تكون من البايثن او من كورس البايثن في الزلالة نلتقي بالمحاضرة الجاية اشتركوا في القناة